هل تنعقد طاولة الحوار الاثنين بكامل اقطابها قوى الرابع عشر من اذار ستحضر وحدها القوات اللبنانية لم تعلن موقفها بعد الذي لا يزال قيد الدرس بحسب اوساط رفيعة فيها في مقلب ثامن من اذار تفرد النائب سليمان فرنجي فاعلن بوضوح عدم المشاركة في حوار بعبدة اما القوى الاخرى من الفريق نفسه فالتزمت الصمت بانتظار موقف حزب الله الذي وان تجنب امينه العام الكلام المباشر عن الحوار الا ان انتقاده لرئيس الجمهورية قد يفسر بحد ذاته موقفا رافضا للمشاركة مستشار الامير طلال ارسلان سليم احميدي نفل الامتي فيما نقل عن عدم مشاركة ارسلان في الحوار واكد ان المير لم يحسم قراره بعد وهو في حال تشاور مع الحلفاء وفيما توقعت مصادر مطلعة ان فريق الثامن من اذار اما يشارك مجتمعا او لا يشارك علمت الامتي في ان الرئيس نبيه بري اكد حضوره بصفته رئيسا لمجلس النواب وان الجنرال ميشيل عون كما اعلن هو مع الحوار فاقصى الاحتمالات قد يكون اذا تكليف الرئيس بري لتمثيل الحزب على طاولة الحوار موقف ثامن من اذار من دعوة الرئيس سليمان هو ما عبرت عنه اوساط من هذا الفريق للم تي في مؤكدة انه اذا كانت الجلسة الاثنين حجة لتشريع التمديد فلن نقبل بها واكدت الاوساط نفسها ان فكرة الحوار الوطني انطلقت من تحت قبة البرلمان فلماذا لا تعود الى البرلمان رئيس الجمهورية بحسب اوساط الثامن من اذار بات ينظر اليه بعد مواقفه الاخيرة كطرف لا حكم وبالتالي فلا مرجعية دستورية له للدعوة الى الحوار ودائما بحسب اوساط الثامن من اذار